الطواف لابد أن يكون البيت عن يشارك عن شمالك بعض الناس هدان الله إياه معه مرأة نساء مرأة فأكثر ماذا يصنع؟ يحيطوا حول المرأة هكذا تقوم بحرارة للمرأة هكذا واحد من الأمام واحد من الخلف واحد من اليمين واحد من الإشار تقوم بأمام من كل طواف الذي يطوف فيهم هو الأخير الذي خلف المرأة هو الذي يطوف الذي يستقبل الكعبة والذي يجعل الكعبة عن يمين والذي يستدبر الكعبة هذا لا يحسب له الطواف لذا فقط الناس في هذه المرأة الذي يصنع طواف هو الناس الذي يصنع طواف هو في المرأة كعبة كما لكل أخرى الذي يصنع هذا في كل مرأة الناس لأنهم يحاولون أن يصنع هذا المرأة حول المرأة لا يوجد منهم أن يصنع طواف معك مرأة كبيرة في السن ابتعد عن الزحام اجعلها أمامك وحافظ عليها أمامك بيديك لا تقترب منها إلا من بعيد لماذا تدخل للطواف وأنت معك كبار السن في وقت الزحام لا تعال مثلا بعد الساعة السابعة صباحا الساعة الثامنة صباحا أو في آخر الليل بعد الساعة الحادية عشر مثلا إذا كان صحنا الطواف في زحام إذا كان يقوم لي بطواف من الزحام من الطابق الأول الطابق الثاني يمكنك طواف من الزحام من الطابق الأول بقيد ازلو إلى الطابق أو الطابق الزمو المرأة وحافظ وهكذا يعني تستطيع أن تطوف براحة بطمأنينة تستحظل بدل أن تزاحم الناس و نصنع الجهال والله أعلم In this way, you can make tawaf in a state of tranquility, relax, rather than being in a place that's overcrowded and harming people and being harmed by others.